مصطفى شبير ده السؤال مصطفى شبير عشرة على عشرة ويستحق يستحق كل الإشادة دايما مصطفى شبير عب في الموعد مصطفى شبير بيلعب زهاب فينل بتروت أفريقيا أمام الوداد يتقلق وينقذ واحدة صعبة جدا جدا لو دخلت بحدش يسأل عليها من انفراد النهاردة مصطفى شبير بيلعب مباراتين يتلقى عشر تزديدات ما بين القائمين والعرضة يتلقى عشرة على عشرة مش عشرة عشرة ده مش رأيه ولا تقييم الراجل جاله عشر تزديدات ما بين القائمين والعرضة خاطرين منهم ستة من داخل منطقة الجزاء تعامل مع العشرة بمنتهى الكفاءة طب تعالى نروح رقم مهم جدا جدا يخصه مصطفى شبير ممكن تكون التزديدات بعيدة سهلة في المتناول فالرقم ممكن هنا يبقى شوية دايليوتيد أو الرقم ما ندروش أكبر من حجمه طب تعالى نروح للرقم مهم جدا تعرف ان الـ expected goals أو الاهداف المتوقعة على مرمى النادي الاهلي في المباراتين كانوا ستة واحد من عشرة يعني كان الطبيعي الفرص التي سنحت لمنافس النادي الاهلي شباب بلوزداد أو مدياما في المباراتين في المباراتين كانوا ستة اهداف يعني الاهلي كان متوقع انه يستقبل بعد ما انتهت المباراتين ستة اهداف واحتفظ مصطفى شبير بنظافة شباكه في المباراتين منهم فرص خطرة جدا وصعبة لو دخلت محدش قدر عليها فمشيلي بقى اللقطات دي جزء من الكلام ستة اهداف فمن ستة كانت نتيجته ستة على ستة لانه ما استقبلش ولا هدف واحتفظ بنظافة شباكه في المباراتين ادي واحدة تعامل معها بمنتهى الكفاءة لانه شوف من شاطم نين وطبعا دي كتغلطت كتغلطت محمل عبنبي اللي قدم واحدة من اسوأ مباراته من وقت تصعيده اه من الشباب نادي الاهلي دي اللي بعدها كرة رائبة جدا وصعبة جدا تعامل معها برضو بشكل ممتاز وقدر انه اه اه يتصدى لها رغم تاني صعوبة الكرة لانه لقربها اتنين ان لعيب اه فتاو حميد فتاو لعيب مميز جدا في التعامل معها الكرة السابتة اللي بعدها تصويبها برضو من دخل التمنتاشر اللي عشان عارف الوقت هجيلك لاخر لقطة اللي هيكت اصعب لقطة لقطة المباراة كرة جوه الستة الفريم اللي بعده فريم اللي بعده على طول دي كرة جوه الستة وبص الراجل كان متحرك من على الزاوية العكسية يا كريم راح تعامل معها بشكل ممتاز وقفل زاويته الدايئة باجادة مصطفى شبير امن كل جماهير النادي الاهلي وطمن نفسه وطمن نفسه وطمن النادي الاهلي كان جماهير النادي الاهلي عندها مشكيلة كبيرة في عدم قيد الزنفالي واصابة محمد شينيو معي تلات دقائق يلا هسألك سؤال فني وسؤال بسرعة دلوقتي تجومني عليه يلا مصطفى شبير لو فتر بالمستوى ده وفتر في التصاعد العظيم ده هل ممكن ياخد مكان أسايا في تشكيلة النادي الاهلي لحسان محمد شينيو لا لا بس دلوقتي لكن يطمن نفسه ويطمن جمهور النادي الاهلي ويطمن ادارة فالنادي في النادي الاهلي إن أنا عندي الحرس رقم اتنين قريب قوي 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 من حرس رقم واحد لو مصطفى شبير فتر في المستوى أو صاد بشكل آخر لو مصطفى شبير فتر في المستوى ده وعلي في المستوى كمان ممكن الاهلي يوافق لمحمد شينيو وانه ياخد احضر احتراف في الخليج حسب الرقم حسب الرقم لو رقم كبير لكن خلينا أكد لو الاهلي كدش يوافق لو رقم كبير لو رقم صغير ماشي لكن ما كانش بتيجي النادي الاهلي عروض رسمية وحطه احتراف ما يخطوك كتير فيه كلام شفاي فيه استطلاع رأي فيه بقى رقم كبير لو جي رقم كبير ممكن ساعته محمد شينيو يمشي لكن أتمنى قبل بس ما قفل قصة شبير مش عايزة أنفخ كتير لأن مصطفى شبير لسه قدامه مراحل كتير ومنافسات كتير الموسم الحالي أتمنى أن يظل على الحالة دي على الأقل لنهاية الموسم